هل يمكن أن تنجح إلى صف الثالث متوسط؟ وعند إكمال السنة الدراسية وبانتظار النتائج يتبين بأنك مسجل في الصف الثاني ولم تنجح لثالث قصة غريبة حدثت مع عدد من الطالبات في متوسطة آمير للصمود بناحية النهروان زهراء واحدة منهن أجرت الامتحان الوزاري ولم تستلم النتيجة لكونها مسجلة في الصف الثاني ولم تجتازه كما تم إخبارها أنا زهراء خير الله طالبة الثالث متوسط تحاني الثالث متوسط امتحانات نهائية وهي بطاقة تثبت ما طلعت نتيجة حجبت يقلوا لي راسبة بالثاني متوسط أنت راسبة؟ أنا ناجحة هايش هاتي تثبت بالثاني متوسط؟ أي ناجحة بس يقولون أنت راسبة أو أنا من ضمن سبع طالبات هموا إياي هم نفس حالتي ورحت للمديرة المديرة قالت لي أنا أروح للتربية أجيب الدرجات رجعت عليها مرة ثانية قالت لا أنتم ترحونوا لي أنوا موت للتربية ورحت للتربية قالوا السبب بأن هم منها راسبات بالثاني العدد الأكبر من هؤلاء الطالبات لم يتأهن لإجراء الامتحان الوزاري وحصل معهن ذات الأمر شهد واحدة من تلك الطالبات تتساءل كيف أكملت سنة دراسية في الثالث ويقال لها بأنها مسجلة في الثاني أما واليدها فيطالب وزارة التربية بالتحمل المسؤولية وإيجاد حل لقضية بنته وبقية الطالبات منظمة أكثر بثماني طالبي درس الثاني ونجحة في الثاني نجحتي ودرس الثالث من تحاني الشفوية وشهري ولكن لم أدخلت بالكالوري ورحت وزعوا شهر ما الثالث ماذا قالوا لكم؟ قالوا أنت شسمت ليس في الثالث لازل شسمت يديس في الثالث في الثالث هناك قصور بالوزارة بالكنترول هناك قصور بالمدرسة نفسية ما تحمل عبانة تتحمل عبانة الوزارة عندك وزارة موجودة اليوم مفروضة أتدقق وتشوف من المقصر ليس بنت المقصرة بنت ما دام عند النتائج لا يحتاج قضية قد لا تحدث كثيرا غرابتها تتطلب من وزارة التربية أن تتحرك بشكل جدي عليها لبيان ملابساتها وإيضاحها ولأجل ذلك يبقى حق الردي مكفولا للوزارة من العاصمة بغداد بدر الركاب التغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر